كارول سماحة بطلة مسلسل الشحرورة حاصلة على شهادة الماجستير بالإخراج والتمثيل عام 1999 اتعرف عليها منصور الرحباني وبعدها تحولت على إيدا من الدراما للمسرح وغنائي كان أول ألبوم لها تحت عنوان حلم عام 2003 وبعدها حصلت على لقب أفضل مطربة عام 2004 وفازت عام 2010 عن ألبومها حدودي السماء كارول سماحة احتفلت بالقاهرة بصدور ألبومها الجديد واللي كان من إنتاجها تحت اسم إحساس محمد سعد التقاها بالعاصمة المصرية ودردش وياها عن مشوار الحياة والفن أنا أريد أن أقول مصور المصر الخير كثير ورسوطة أني أعمل هالاحتفال بمصر مع الأعليم النخرى والصحافة المصرية وأعرف هالبلد شو كان إلو صدق بداية مشوار الفنة لما أردت أني شو هقول اترك المسح يعني لما مشت مشواري الغنائي المنفرد عن مين؟ أزاك أن في دور كبير لمصر بحياتي ومصيرة الفنية فحبيت اليوم أحتفل بأمهم أحساس والذات معكم أحب أن تكون قاعدة ضردشة مع بعض يعني أكتر ما تكون قاعدة رسمية ومصحافة يا ثنان حكيت قابلك توني كنت تحكي قابلك تكون ضردشة اصطفاء يعني أكتر ما أن تكون قاعدة رسمية بيننا وأنا كلنا جاهزة لأسئلتكم اللي بتحبوا تقولوني راجع تسأل عني إيه والله كتر خيرا انت مين مفكرني طفلي وما بتقشع غيرا راجع تسأل عني إيه والله كتر خيرا انت مين مفكرني طفلي وما بتقشع غيرا قلبي اللي تحمل ظلمك عم تطلب منه يضمك لا هالمرة عن ابنك ما رح أضعف لا لا بيتك يا اللي عمرته انت بإيدك دمرته لحبك يا ما جرحته وقلبه نصي نصرمته اسمك بطل يا عميري خلص علي حرمته خلاص آه خلاص باختفار الألبوم أكيد بيحكي عن تجارب عشتها او تجارب شسكة حوالية من أصدقاء شفتهم عن بيعيشوا حاسيس معينة زيما أنا بألبومات بحب عالج موضوع العلاقات العلاقات كثير بهم العلاقات بين المرأة والرجل كثير بتهم العلاقات الإنسانية كل أغنية بتخبر قصة عن علاقة معينة عن علاقة معينة بالحياة مش معناتها انه انه كل أغنية حالة مش معناتها كل الحالات والتفاصيل عايشتهم يعني مثلا عندك أغنية أنت الطفل كبير بحكي عن أنانية الرجل بالحب مزاجيته كيف تعمل مع حبيبته إذا بدأت مختصار أغنية وحشاني بلادي بتحكي عن حب الوضع عن الغربة عن الإنسان المشتقوح وحش ووطنه عندك أغنية حخونة شرحتها درامية وأحضمني للحل محمد رحيم وشاعر محمد جمعة بتحكي عن الرومانسية الإيجابية مش الحزينة كتير مشاعر إنسانية بهالألبوم إنسانية نعيشها بحياتنا نحن كبجر حب يتعبرها عنه كتير صعب وذا كانت السن الماضي كان فيه برامج هوات أحضرهم كنت شوف إنه إن حكام ولي قولي يا الله ليه هيدا قبلوه ولو أنا ما رسمي قبلوه ليه هيدا رفضوه ليه هيدا نقعد نحكي بس أنا حكم كتير إشي واتيخدها بعين الاعتبار كتير أكتر ما تتصور لو كان الحكم أشخاص مش مش مشهورين يعني لو الحكام ماذا مش مش مشهورين عندهم محرية أكتر يقولوا وبي بالمية اللي بحكروا فيه بحسوا